حلق نرجع لموضوع الخطة الاقتصادية أو خطة التعافي يلي هي كمانا قدي في معيخز عليها وقديش في أخطاء وقديش فيها إجراءات مشحفة مظبوط؟ ايه أكيد اليوم الخطة يلي هي عن جهد بعدنا لليوم أنا ما بعرفها يعني ما بعرف كيف كيف كلها سوى ايه على التقديرات يعني عم نحل هي أفكار معينة وإذا بتجمع الأفكار ما بيجمعوا معك يعني ما بيطلع معك نتيجة ما بيطلع في عندك إذا بدك خارطي الطريق ما بيطلع خارطي الطريق في شي نائس فيها يا أما عن بعد ما كتملت الصورة يا أما عن بيخبه لبعدين ما عن بيخبره الحقيقة لأنه إذا بتشوفي أنه أهلا بكم التكرار أعلمت دولة تعلمت من فداحة السلسلة فلم تكن سخية في عروضها للقطاع العام لكنها لم ترتدى عن إغداق الوعود التي ربطتها بالموازنة وإراداتها لكن من غير المعروف ما إذا كانت الحكومة قد حفظت جدول الجمع والطرح بحيث لا تخطئ من جديد كما فعلت في احتساب كلفة السلسلة التي قدرتها بـ 1669.4 مليار ليرة فأصبحت كلفتها 2010 مليار ليرة بزيادة 341 مليار ليرة أما الإنفاق الفعلي المحقق على السلسلة ومعاشات التقاعد وتعودات نهاية الخدمة فبلغ عام 2018 نحو 7490 مليار ليرة أي ما يعادل 4.968.000.000 دولار في 2022 وبعد مرور أكثر من شهر على أضراب القطاع العام أقد اجتماع في السراء لبحث الحلول الممكنة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال وحضور الوزراء والمضراء المعنيين الرئيس ميقاتي أكد في مستهل الاجتماع أن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد وعدا بعدم الاكتفاء براتب إضافي بل بأكثر من مضاعفة الراتب في ضوء توافر الواردات وسجل اتصال من ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه برري اتفقى خلاله على تحديد جلسة تشرعية سريعة لإقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضغريبية أبرزها الدولار الجمهوريكي تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام والاكتمال الآلية وعد وزير المال يوسف خليل بتحديد سعر صرف الدولار لاعتماده في مشروع الموازنة وزير العمل مصطفى بيرم أعلن في ختام الاجتماع المقررات الرسمية وأساسها المساواة في تعاطم العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء وأي استثناء حصل في الأيام الماضية تم وقفه بما يشير إلى وقف إجراء دولار 8 ألف ليرة للقوضات وأوضح أن هذه التقدمات تنسحب على من يؤمن دوام يومين أسبوعيا محذرا من أنه إذا لم يعاود الموظفون العمل من خلال المناوبة فهناك خطر على الرواتب دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهرين أيار وحزيران هذه كانت نصف راتب وقبلها شي جديد هلأ استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا يعني اللي مقرر بمشروع الموازنة جبناء ربناء لهم لنطبقهم من كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك من شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا في هذا الشأن أيضا مداعفة النظر في مداعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وعلى ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها هذه مرتبطة بعد إقرار الموازنة يعني عم نشتغل بنوع من المرحلية في هذا الإطار إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 ألف ليرة الإشارة إلى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافة لتغزية بنود في الموازنة نعمل مشروع قانون أو اقتراح قانون يتم تغزية بنود الموازنة أو اعتماداتها تم لحظ فيها وفقت عليها لجنة المال والموازنة وراحت إلى الهيئة العامة لحظ فيها دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة اللي كانت 64 ألف لأنه 64 ألف ما كانت عم تندفع للموظفين بشكل عام هالفروقات المستحقة لإلهم ستعطى بمفحول رجعي اعتبارا من شهر آزار المنصر ربط كل ما تقدم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأمينا للواردات ومصالح الناس نعم في ملاحظة أن القطاع التعليمي أو الجامعة اللبنانية أو مثلا القضاة بيخضعوا لمناوة بقضائية لأن القطاع التعليمي يستوفي الحضور اليومين بينما هو هلأ موجود بعطلة رسمية فهذا بينطبئ علىه أيضا يعني يستفيدون من ذلك القضاء بكل فروعه مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ودوان المحاسبة استهجن ما تعرض له من تهجم وتجنن وإدانات على خلفية دفع رواتب القضاة على أساس سعر صرف 8000 ليرة للدولار واعتبر الإجراء بمثابة الحل الموقت للرواتب بانتظار الحلول العامة والنهائية التي تطال الجميع وبرر ذلك بأنه السلطة القضائية وهي أحد السلطات الدستورية الثلاث وبعدم قدرة القضاة على تسديد ثمن المحروقات اللازمة لانتقالاتهم وعدم تخصيصهم بأي منافع عينية نيابياً يتجه رئيس المجلس إلى تحديد جلسة تشرعية الأسبوع المقبل لإفساحاً في المجال لإنجاز دراسة دراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان النيابية نائب رئيس المجلس اليس بوصعب نفى أن يكون النواب بصدد الاستفادة من تصحيح رواتبهم على طريقة الإجراءات التي اعتمدت للقودات حقيقة درسنا اليوم جدول الأعمال اللي يفترض أنه بده يكون على الهيئة العامة بالجلسة القادمة وارطأ دولة الرئيس أنه تتحدد جلسة خلال أوائل الأسبوع القادم لأنه في عدد من القوانين ومشاريع القوانين بعد قيد الدرس ولكن وصلت على خواتيمة وفيه طبعا قوانين أخرى منجزة فبالتالي رح بيكون فيه هيئة اجتماع للهيئة العامة خلال أوائل الأسبوع القادم أما يوم الخميس رح نعمل جلسة للجان المشتركة كمان رح يطرح عليها بعض مشاريع القوانين لحتى كمان تكون منجزة قبل جلسة الأسبوع القادم طبعا سمعنا كتير حكي بالإعلام أنه النواب تتقاضى معاشاتها على سعر الصرف اللي عم تتقاضى عليه المعاشات القضاة هذا الكلام غير دقيق ومش مزبوط النواب عم تتقاضى معاشاتها على سعر الـ 1500 ليرة مثل كل القطاع العام امتثلت لجنة المال والموازنة النيابية لتوصيات صندوق النقد الدولي وأقرت تعديلات جزرية على قانون السرية المصرفية وتم سحب الصلاحيات الحصرية التي كانت ممنوحة لهيئة التحقيق الخاصة بشأن رفع السرية المصرفية ووسعتها لتعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء والإدارة الضاربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من دون الحاجة إلى موافقة هيئة التحقيق التي يرأسها حاكم مصرف لبنان ولم تأخذ لجنة المال باقتراح جمعية المصارف الدعي إلى إلغاء أي مفعول رجعي وكلفت لجنة المال النائبة حليمة قعقور والمحامي كريم ظاهر بإعداد اقتراح جديد للمادة الثامنة المتعلقة بالغرامات والعقوبات على مخالفي قانون السرية المصرفية في التقرير الخامس والأخير حول صندوق النقد الدولي ماذا في أبعاد دعوة حزب الله لاعتماد الخيار الشرقي؟ في الحلقة الأخيرة من التقارير حول صندوق النقد الدولي السؤال لماذا البعض في لبنان مثل حزب الله غير متحمس للمفاوضات مع الصندوق وهل عزر السيادة مجرد غطاء وزريعة؟ السبب الحقيقي هو الرغبة في الخروج من محور الغرب إلى الشرق خاصة وأن الصين تعمل على خلق مؤسسات نقدية موازية حزب الله يغرف من نظرية الصين ومن ورائها روسيا اللذين يعتبران قرارات الصندوق مسيسة ويعطياني أمثلة على عدم تلبية طلبات فنزويلا وعلى الإسراع في تلبية طلبات اليونان وأوكرانيا والأخيرة حصدت 18 مليار دولار بوصول الرئيس بيترو بوروتشينكو عام 2014 القريب من الغرب في وقت يقتضي للحصول على هكذا مبلغ إخضاع الطلب لأصول استثنائية ولشروط قاسية بينها أن لا تكون الدولة في حرب علما أنه في العام 2014 كانت الحرب قائمة على شرق أوكرانيا وأن لا تكون في حالة إعسار لدفع ديونها السيادية الخارجية وكييف كانت قد توقفت عن دفع ديونها المستحقة لموسكو التساهل ذاته حصل مع اليونان حيث ضغطت فلنسا وألمانيا لتسهيل القرض من دون إعادة هيكل للقطاعات اليونانية لأن الدولتين أرادتا حماية مصاريفهما أدائنا لليونان حزب الله يرفع عنوان التسييس والأمركة في قرارات صندوق النقد للاتجاه شرقا نحو الصين وغير الصين نتابع النشرة وفيها بعض الفاصل بين تاسك فورس الأمريكي ودوكين الفرنسي اعتبر وفد مجموعة العمل الأمريكية للبنان بعد لقاءات شمالة الرؤساء الثلاثة أن الحل يبدأ بالإصلاحات وتنفيذ المجلس النيابي والحكومة ما عليهما من قوانين لتوفير الدعم الدولي رئيس الوفد أد جابريل تحدث بعد المحادثات على لسن مترجمة اتفاق مع صندوق النقد الدولي والقيام بالإصلاحات المطلوبة واتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجات اللبنانيين ويحدون الأمل في خلال وجودنا في لبنان هذا الأسبوع أن نلتقي المسؤولين الحكوميين الآخرين ونواب معارضين وصانعي القرارات أيضا ورسالتنا لهم يتعين أن تتحركوا بسرعة قبل فواتي الآوان وهذه أيضا الرسالة التي ينقلها المجتمع من أصل لبناني المقيم في الولايات المتحدة ويتعين إذن أن لا تألو جهدا من أجل إدرامي الاتفاق مع صندوق النقد وشدد الرؤساء الثلاثة كلهم بدوره على وجوب الانتهاء سريعا من ترسيم الحدود البحرية بما يؤذن للبنان باستخراج ثروته النفطية وفي بيروت أيضا الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بياردوكين الذي أكد أن لا بديل من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل المدخل الطبعي لخروج لبنان من أزمته وإعادة إطلاق الاستثمار والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي في بعبد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضره وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هوري خوري ورئيس مجلس القضاء الأهلا سهيل عبود وأعضاء المجلس والمدعي العام التمييزي غسان عويدات بحث في عمل المحاكم وضرورة بث القضايا العالقة بما في ذلك الدعاوة المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت رفض مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان ما يردده البعض من طروحات ومشاريع اعتبرها هما يونية في تقسيم بلدية بيروت وقال هذه إرهاصات لا يمكن أن تمر لأن التقسيم عودة إلى شرقية وغربية في بيروت وهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا ويهدد العيش المشترك الإسلامي والمسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن دعا لقاء سيدة الجبل أحزاب القوات والكتائب والتقدم وكتلة التجدد والنواب المستقلين والتغييريين إلى الخروج من محليته ما مشيرا إلى أن حزب الله يخوض الاستحقاق الرئاسي باعتباره محطة لإثبات نفوذه بوجه الغالبية اللبنانية والعرب والعالم يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاذمي على جدول المفاوضات الفيول والطحين بما يسمح بتجديد اتفاقية الفيول العراقي وزيادة الكميات فيها والحصول على الطحين العراقي كهيبة أو بموجب اتفاقية بيع أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة تحمل كاميرا تابعة لحزب الله وأوضح أن وحدات المراقبة الجوية تابعت لدرون طيلة الحادث وأنها لم تصب بأذى مما سيمكن الجيش الإسرائيلي من معرفة المهمة التي نفذتها صحيح أنه سجل عدد كورونا أمس 2319 إصابة جديدة وحالتي وفت النشرة مستمرة فيها بعض الفاصل جولة بايدن ترفع إنتاج النفط أهلا بكم من جديد توقع البيت الأبيض أن يزيد أعضاء تحالف أوباك بلوس معدل إنتاج النفط بعد زيارة رئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس أن أنقرة أعطت خلال قمة مدريد الضوء الأخضر لبدء عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلس إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاد وهدد مجددا بتجميد العملية إذا لم يمتثل البلدان لشروط أنقرة واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشاط أكراد أعلنت السلطات الباكستانية أن مركبا على متنه مئة شخص من نفس العائلة كانوا متوجهين إلى حفل زفاف غارقة في نهر السند ما أسفر عن مصرع 18 إمرأة على الأقل في حين لا يزال عشرات الأشخاص في أعداد المفقودين قتل شخص وأصيب أربعة في إطلاق نار في العاصمة الفرنسية مساء أمس بعدما خرج رجلان من سيارة وأطلقان نار على أفراد كانوا يجلسون في مقهى شيشة في شمال شرق باريس وقال عمدة المدينة أن رواد المقهى تمكنوا من الإمساك بالمشتبه به الأول ومن أخبارنا العامة أيضاً ومع وصول درجات الحرارة إلى ارتفاعات خطيرة بلغت 40 درجة في أنحاء بريطانيا توفر أحدى سلاسل دوار السينما ملاذاً من الشمس لمجموعة سكانية محددة هم أصحاب الشعر الأحمر وتعطيهم تذاكر مجانية مما يسمح لهم بحضور الأفلام في صلاة مبردة واتقاء شعة الشمس القاسية وعزت صحيفة واشنطن بوست هذا التمييز إلى كون الأشخاص ذوي النمش والشعر الأحمر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب جيناتهم على رغم من أن ارتفاع الحرارة بهذه الدرجة تشكل خطراً على أي شخص سواء صاحب الشعر الأسود أو الأحمر أو من غز الشيب رأسه والآن إلى الفقرة الرياضية مع روماً طنوس نبدأ أخبارنا الرياضية ببطولة هامبرغ للتنس فيز أليخاندرو دافيدوبيتش على الهولندي بوتيش فاندزانتشول بمجموعتين بنتيجة 6-4 و6-4 بمباراة استغرقت ساعة و28 ديئة ومننتقل لكاس آسيا لكرة السلة حسب منتخب الصين تأهله إلى الربع نهائي بعد فوزه على منتخب أندونيسيا بنتيجة 158 إلى ذلك أعلى النادي ميلين الإيطالي عبر موقع الرسمي يوم التنين تشديد عقد النجم السويدي زلطان إبراهيموبيتش على عقد لمدة سنة واحدة محلياً أعلى النادي البرج تعقده مع لاعب شباب الساحل السابق محمد حمود كما هو غادر وفد المنتخب اللبناني للشباب تحت العشرين سنة إلى مدينة أبهى السعودية استعداداً للمشارك بوتوط كأس العرب للمنتخبات لمنظمة الاتحاد العربي لكرة القدم وبننطلق منافساتها بكرة الأربعة عشرين تموز وبتستمر حتى ستة إيطاً وننتقل أخيراً إلى الأحوال الجوية الجو اليوم مشمس وحار درجة الحرارة القصوى 31 درجة ريح غربية جنوبية بسرعة بتتروح من 10 إلى 15 كم بالساعة ونسبة الرطوبة 64% الجو بكرة كمين مشمس وحار مع استقرار بدرجة الحرارة على الـ 31 أقصاها و26 أدنها الخميس الحرارة بتسجل 30 درجة كحد أقصى و25 كحد أدنى والجو رح يكون مشمس طيلة فترة النهار الجمعة رح نشهد ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة للـ 31 أقصاها و26 أدنها نوصل للثابت ورح نشهد تقريباً استقرار بدرجة الحرارة على الـ 30 درجة أقصاها و26 أدنها النشرة تنتهت تابعونا عبر موقعنا فيديال.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بين Voice of Lebanon من فصل 5 وعلى الأبليكيشن شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء